ومغالبيتهم من النساء والأطفال وحماس والفصائل الأخرى الفلسطينية تستمروا في إطلاق الصواريخ 1.9 مليون 8.8 مليون من سكان غزة أجبروا للخروج من بيوتهم والنظام كله انهار والمستشفيات تعمل بثلاث أضعاف من قدراتها وأحد زملائي وصف القاتل في المستشفيات التي تقف عاجزة أمام المرضى والمصابين ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي فإن أكثر من نصف مليون أي ربع السكان يواجهون ما يوصف على أنه مجاعة كارثية أربع من كل خمسة الجوعة في العالم هم من غزة والمياه النظيفة ليست موجودة وأشرب المئة فقط هي نسبة المياه التي يحتاجونها التي يحصلون عليها وبالتالي كثر لا يستطيعون أن ينتظروا توزيع المواد الإغاثة ويلتقطون أي شيء يصلونه من هذه الشاحنات فكل النظام مهدد بالانهيار الكامل العاملين في قطاع المساعدات الإنسانية شهدنا كل شيء وكل من التقيتهم قالوا لي أنهم لم يروا شيء أن يشابه ما يجري الآن في غزة إنه في أعقاب السابع من أكتوبر والعمل الذي قامت به حماسا الذي لا يمكن أن يبرر واختطاف أكثر من 150 رهينا أكرر دعوتي بأن يتم إطلاق صراح كل الرهائن فورا ودون شروط ولا شيء يبرر استمرار إطلاق الصواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل واستخدام المدنيين كأدرع بشرية لكن في الوقت ذاته هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن تبرر اللعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وهذا لا يحرر إسرائيل من التزامها ضمن القوانين الدولية سيدك وسادتي من الصحافة كثير يحسبون جودة العمل الإغاثي في غسا حسب أعداد الشاحنات التي تعبر الحدود لكن هذا خطأ فادح المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بأعمالها العدائية تشكل عائقا كبيرا لتوزيع الإغاثة داخل غزا المساعدة تتطلب الأمن كي يتمكن العاملين من التوزيع بأمن وسلامة واستئناف الأعمال اللوجستية هذه العناصر كلها ليست موجودة أولا من الناحية الأمنية نحن نوفر المساعدة في منطقة حرب وقصف الكثيف في المناطق المدنية وما يحيط بها يهدد أرواح المدنيين وكذلك العاملين في الإغاثة الإنسانية 71 يوم انتظرنا كي تسمح إسرائيل بدخول المساعدات من معبر كرم سالم وهذا المعبر قصف عندما كانت هناك ثماني شاحنات في المنطقة ثانيا العمليات الإغاثة بحاجة لكوادر تعمل بسلامة لكن 75 يوم شهدت أكبر عدد من العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة يقتلون في غزة لا مكان آمن في غزة وألاف العاملين في المساعدات الإنسانية يضحون بحياتهم ويغامرون بها في غزة معظمهم أجبروا للخروج من بيوتهم ويعانون من أجل البقاء ولإعالة أسرهم إنها معجزة أن تمكنوا الاستمرار من العمل في ظل هذه الظروف ومع ذلك هؤلاء أيضا يقومون بمساعدة الشاكنين في مناطق جنوب غزة ولكن الذين يأتون من الشمال ليس لديهم سعيد دير البلح، الرفاح، غربي خان يونس يبدلون كل الجهود للوصول إلى الشمال على الرغم من كل تحديات وأهمها هي الأمن إلا أنهم يصلون إلى نسبة ضئيلة من الاحتياجات وكل شاحنة تصل إلى كرم سالم ورفاح يجب أن تنزل حمولتها ويعاد تحميلها لكي تدخل غزة فهل يوجد ما يكفي من الشاحنات لهذه العملية وكثير من الشاحنات دمرت غير متوفرة بهذا العدد ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بعدد إضافة من شاحنات للعمل في غزة وهذا أمر يعيق العمل في غزة وأيضا المنطقة الشمالية خطيرة جدا وكثير من وسائل غير المتاحة للوصول إلى الشباب وبالتالي لا يوجد وسيلة للتنسيق لتوزيع المساعدات ولا يعرف الناس كيف يصلونها وأخيرا استعناف الأعمال التجارية مهمة الأرفف فارغة المعدة فارغة والجيوب فارغة وأحث السلطات الإسرائيلية لرفع القيود عن الأعمال التجارية يمكن أن نزيد من المساعدات النقضية للأسر من أجل وصول المساعدات الإنسانية ويتمكنون من شرائها وفي غزة لا يوجد في المحلات التجارية أي شيء يشترونه في الوضع الذي وصفته فإن الهدن الإنسانية هي الطريقة الوحيدة لتلبية الاحتياجات لليائسة لشعب غزة ونهاية هذا الكابوس أمل بقرار مجلس الأمن اليوم أن يمكن هذا أخيرا من الحدوث لكننا بحاجة لأكثر من هذا فوراً وعلى المدى البعيد أنا لدي خيبة أمل من المسؤولين الإسرائيليين الذين وضعوا مسألة حل الدولتين قيد التشكيك فحل الدولتين هو وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وهو المسار الوحيد للصدامة السلام وحقوق الإنسان والكرامة والأمل هذه هي حقوق الشعب الفلسطيني والمستقبل الآمن لإسرائيل هو وضفة الغربية في مرحلة غليان وأيضاً الحدود بين إسرائيل ولبنان تشكل تهديداً للإستقرار الإقليمي والهجمات من الحوثيين في اليمن على الحركة الملاحية في البحر الأحمر والمنطقة كلها القريبة فإذا المجتمعات تقوم أو تتعرض لهذا التطرف الشديد بسبب ما يرونه وهذا كله يهدد الأمن والسلام العالمي ومع استمرار وتكثيف هذا الصراع واستمرار الرعب سنواصل جهدنا ولا نيأس ولا نمل لكنه من الضروري أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد من أجل السلام ومن أجل حماية المدنيين وإنهاء المعاناة والتزام بحل الدولتين مدعوماً بالعمل شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم اشترك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات